ننتقل الآن عزيزي الدارس إلى موضوع آخر وهو ما يتعلق بتسوية الاستثمارات قصيرة الأجل الاستثمارات تتمثل في الأسهم والسندات والسهم يعرف بأنه هو بمثابة حصة في رئيس مال الشركة التي تقوم بإصدار الأسهم وتشترى هذه الأسهم بقصد المتاجرة والحصول على الأرباح بينما بالنسبة للسندات هي ما يتم إصدارها من قبل الشركات المساهمة لتغطية احتياجها من الأموال وهي تمثل في هذه الحالة مصدر من مصادر التمويل التي تلجأ إليها هذه الشركات وبالتالي طبعا هي أيضا تتحمل فوائد تدفع سنويا لو انتقلنا إلى موضوع المتاجرة بالأسهم والسندات يظهر حساب الاستثمار في الأوراق المالية مدينة بالقيمة التي تم فيها شراء تلك الأوراق المالية ويضاف لها أيضا كل المصاريف الأخرى التي تم دفعها من أجل الحصول على تلك الأوراق في حين يظهر حساب الصندوق داعنا إذا كانت عملية الشراء قد تمت نقدا أو ربما يكون البنك هو الدائن إذا كانت العملية بشيك وهذا يمكن إظهارها من خلال القيد الآتي من حساب الاستثمارات في الأوراق المالية إلى حساب الصندوق أو البنك وعندما يكون هناك استلام مبلغ يمثل أرباح لهذه الأسهم أو فوائد للسندات سوف يتم إثبات العملية بالقيد التالي من حساب الصندوق إذا كانت عملية الاستلام نقدا أو البنك إذا كانت عملية الاستلام بشيك إلى حساب أرباح الأسهم أو فوائد السندات وطبعا هذه الأرباح والفوائد كما تعرف عزيزي الدارس سوف يتم أقفالها في حساب الأرباح والخسار وفي الجانب الداعن من حساب الأرباح والخسار لأنك تدرك بأنه الأرباح تذهب إلى جانب الداعن من حساب الأرباح والخسار في نهاية العام ويتم ذلك من خلال القيد الظاهر أمامك من حساب الأرباح أو أرباح الأسهم أو فوائد السندات إلى حساب الأرباح والخسار المترجم للقناة